اشتركوا في القناة كما اكد نائب جلالة الملك ولي العهد ان الامن والسلام يتحققان من خلال اعطاء الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة مشيرا سموه الى ان ضرورة عدم التصعيد وحماية المدنيين وفتح ممرات انسانية عاجلة لادخال المساعدات الطبية والاغاثية والغذاء والماء والكهرباء الى قطع غزة واكد سموه على موقف مملكة البحرين الثابت في دعم وتأييد جهود السلام الشاملة لاجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وصولا لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ويكون السلام وتمسك به هو الخيار الاوحد للوصول الى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ترجمة نانسي قنقر